موسيقى السلام عليكم شباب وياكم مرتضة جليحاوي عندنا اليوم الزيرو ايت من شركة انفي نيكس طبعا هذا الفيديو برعاية الشركة العالمية الهواتف النقالم مركز الرئيسي كيربلاء الهندية موجاور مركز الشرطة الجهاز من شركة انفي نيكس هو الزيرو ايت انا اتوقع شركة انفي نيكس بدأت تطور نفسها وبدأت تصعد نفسها بهذا الجهاز حقيقة انا كنت اتوقع من شركة انفي نيكس انه تقفز قفزة قوية لكن هذا الجهاز اثبتتي توقعي بانه الشركة ماشية بطريق صحيح طبعا هذا الجهاز معما مواصفات المتواضعة لكن الطفرة النوعية اللي جتها بها انفي نيكس معما انه اجهزة عدها سابقة لكن هذا الجهاز بدأت تطور اكثر من الاجهزة القديمة اللي موجودة عندناه هذا الجهاز يمتلك مواصفات حقيقة تقدر توقف يمهاي الشركة وتقولوا برافو عليكم يا شركة انفي نيكس بديتوا تطورون الاجهزة ونتأمل من عندكم اجهزة افضل وحتى اجهزة فلاكشيب هذا الجهاز يمتلك شاشة مقاس 6.85 فل اش دي بلاص طبعا الشاشة تكون بمعدل بكسلات 392 بكسل بالانش الواحد كذلك الشاشة تدعم لك 90 هرتز حلو حلو انت تشوف من شركة جاي تقدم لك جهاز متوسط ب90 هرتز معما انه شركة استوهى برزة عضلاتها بالنسبة للاجهزة مع انه هذا الجهاز يجي بنظام الاندرويد ومعالج من ميدياتك هو G90T هذا المعالج وان تلقيه تلقيه بنوت 8 برو من شركة شاومي هذا الجهاز يجيك بذكرة 128 مع رام 8 حلو حلو من الشركة تقدم لك جهاز متوسط مواصفات حلوة يعني انت من تتباو على مواصفات هذا الجهاز تقول نعم هاي المواصفات اقدر احترمها ليش؟ لانه المعالج مع المواصفات مع الذاكرة والرام راح يطيني اداء سلس مع انه هذا الجهاز يمتلك معالج الرسوم G76 MC4 واحدة من المعالجات الممتازة بالنسبة لهذا الجهاز كذلك هذا الجهاز الشركة جابت ليه باربع كاميرات من الخلف الكاميرات الخلفية الموجودة اذا تشوفون التشطيبة الموجودة بالجهاز او تشطيبة بالكاميرات الجريئة جدا من شركة انفينكس تقدير تقول واحدة من التشطيبات الجميلة بسنة 2020 الكاميرات عدني اربع عدسات او الكاميرات تكون باربع عدسات هي 64 ميجابيكسل وعدسة 8 ميجابيكسل وعدسة 2 ميجابيكسل اما بالنسبة الكاميرات الامامية راح يجينا بكاميرتين راح يجينا 48 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل وهذا الشي نادر جدا راح نشوفه بالاجهزة هذا الجهاز يصور لك 4K 30 اطار بالثانية مع الفول اش دي يصور لك 30 اطار بالثانية فاش ابرافو عليكم يا انفينك جاي حسنون بمعدل التحديث جاي حسن بالكاميرات الموجودة بالامام وبالخلف كذلك هذا الجهاز يدعم الاش دي ار بالنسبة للتصوير تحتوي على بطارية هي 4500 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع كذلك تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط فابرافو عليكم يا انفينكس على هاي المواصفات مع انه هاي الاجهزة تعتبر اجهزة متوسطة اكو اجهزة بالسوق تقدر تقول هاي المواصفات اوقع من هاي المواصفات لكن بالنتيجة شركة انفينكس كنا امل بها بانه تقدمنا اجهزة مواصفات قوية وهالا واحدة من الطفرات لشركة انفينكس راح يسألكم فتح صندوق لهذا الجهاز واذا طلبتم من عندي مراجعة كاملة راح يسألكم مراجعة كاملة لان هاي سيلوني على هذا الجهاز ما وصل وما سويت لمراجعة فان شاء الله تعجبكم محتوىات هذا الجهاز اليوم عندنا من انفينكس 08 هذا الجهاز اجانا هاي السنة بسنة 2020 واحد من الاجهزة المميزة راح نفتح لكم الصندوق ورايكم شنو محتوىات داخل العلبة لان انفينكس هالمرة تميزته بهذا الجهاز راح اول ما نفتح الصندوق راح نلقي جهاز الموجود اللي خليت لي اغلب مواصفاته على العلبة التسعين هيرتز الشاشة تدعم معدل تحديد التسعين هيرتز وهنا عندي منطيتني الاربع كاميرات التشطيبة الجميلة من شركة انفينك قدرة الشحن السريع بالنسبة البطارية بطارية 4500 ميلي امبير تدعم الشحن السريع 33 نواط هنا منطيتني المعالج الجي تسعين تي 122 مع رام 8 ققا هاي مواصفات تنطيقياها على الشاشة او لوحة الشاشة على ما تعرف مواصفات هذا الجهاز خليها لصفحة هاي شنهي الحافظة اللي خليت لك ياها للجهاز وهذا الشي الممتاز من الشركة وعدنا هنا وصلة الشحن ال USB Type-C الموجودة وكذلك عدنا هنا السماعات خليت لك ياها الشركة نوعا ما معتنية بالسماعات مع ما هي منتوسطة الجاي من انفونيكس اللي يدعم 33 نواط شوفوا لي تشطيبة الكاميرات يعني الشكل اللي خليت شركة انفونيكس يوحي الى ابداع جديد اكو شي شركة انفونيكس جايد يتروج له او يتريد تقول يا بترى احنا راح ننزل بقوة راح ننزلنا جهاز قوي هذا هذا واحد من الاجهزة اللي تشطيباتها جدا ممتازة حقيقة الشكل حلو بالنسبة لشركة انفونيكس اللي عودت لنا الاجهزة المتوسطة و اقل من المتوسطة فشركة انفونيكس ممكن ان تنزل لنا بقوة بالسوق و تنزل لنا اجهزة بتصميمات ممتازة بعد ما شفتم محتوىات الجهاز ممكن تعجبك ممكن ما تعجبك بنهاية الفيديو اتمنى اعجبك الفيديو اتمنى تشترك و شارك الفيديو لنسى الاعجاب و الاشتراك في القناة و اياكم مرتضى الجليحاوي و في امان الله